السنوار ليس في رفح فأين يختبئ ثمانية أشهر من البحث عنه في كل مكان في غزة وكأنه فصوم الحنداب تقارير هنا وأخرى هناك تتحدث عن مكان اختبائه آخرها تقرير لصحيفة طايمزوف إسرائيل يفيد بأن رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار ليس في رفح جنوب القطاع الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين أن الأجهزة لم تتمكن من تحديد مكان السنوار بشكل مؤكد لكن وفقا لتقديرات استخباراتية تشير إلى أنه يعتقد أن رئيس الحركة يختبئ في أحد الأنفاق تحت أرض خان يونس على بعد ثمانية كيلو مترات شمال رفح وانسحب منها الجيش الإسرائيلي قبل شهر فيما تقدم الجيش الإسرائيلي قبل أيام إلى مشارف مدينة رفح بهدف القضاء على قادة حماس باعتبارها المعقل الأخير للسنوار ونائبه محمد الضيف والتي ترغب إسرائيل في قتلهما أو اعتقالهما وعلى رغم من تأكيد الجيش الإسرائيلي مقتل الرجل الثالث لحماس في غزة وهو مروان عيسى في ضربة جوية فإنه لم يعثر على السنوار أو الضيف في ظل مزاعم متكررة بملاحقتهما منذ عمليات السابع من أكتوبر والسنوار هو المطلوب الأول لدى إسرائيل فلا تخلو مناسبة في إسرائيل من دون ذكر اسمه أو الحديث عنها آخرها أمس عندما رفع السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعات إردان صورة يحيى السنوار وقد كتب عليها الرئيس السنوار دولة حماس الإرهابية برعاية الأمم المتحدة وذلك خلال الكلمة التي ألقاها بأعقاب اعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة قرارا يدعم طلب عضوية السلطة الفلسطينية بالأمم المتحدة فلا تنفيذ الناس المتحدة وليس فقط أمم المتحدة